اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه وتمنيات جلالته لمنتسب الوزارة كل التوفيق والنجاح بعدها استعرض سموه مع وزير شؤون الشباب والرياضة خطط الهيئة العامة للرياضة لدعم الجهات الرياضية على الشكل الذي يسهم في تنفيذ أهداف والتطلعات سموه لترجمة توجيهات عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه للنهوض بالقطاع الرياضي وناقش سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع الوزير المؤيد عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية التي تسعى الهيئة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة والتي تعزز من الشراكات بين مختلف القطاعات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة وجودة العمل وتدعم المسيرة الرياضية نحو الانتقال بها الصناعية والاحتراف بهدف تحقيق رؤية البحرين 2030 من جانبه أعرب وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على الجهد المتميزة التي يبدلها سموه والتي ساهمت في ارتقاء قطاع الرياضة مؤكداً أن وزارة شؤون الشباب والرياضة ترحب بتعزيز الشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وتسخر كافة الإمكانيات التي تدفع بعجلة التقدم والازدهار في هذا القطاع الحيوية